الرابطة القطبية تعتبر الظرة متعادلة كهربائياً أما إذا فقدت إلكتروناً أو أكثر فإنها تسمى أيوناً موجباً أو كاتيون وذلك لأن عدد البروتونات الموجبة زاد على عدد الإلكترونات السالبة أما إذا اكتسبت الظرة إلكتروناً أو أكثر فإنها تسمى أيوناً سالباً أو أنيون وذلك لأن عدد الإلكترونات السالبة زاد على عدد البروتونات الموجبة تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات يصعب تحديد شكلها لذلك تم اعتبار الذرات كرات لها أنصاف أقطار أيونية يمكن أن يكون نصف القطر الأيوني أصغر أو أكبر من نصف قطر الذرة المتعادلة ففي حالة الكاتيون يقل عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة فتزيد قوة جذب النواة للمدارات المتبقية فيقل نصف قطر الكاتيون عن الذرة المتعادلة والعكس في حالة الأنيون الروابط الكيميائية تتحد الذرات كيميائياً عن طريق روابط مختلفة الأسماء والخواص بحيث تعتمد الرابطة الكيميائية على فرق السالبية الكهربائية بين الذرات حيث تعرف السالبية الكهربائية بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية ومن أهم تلك الروابط الكيميائية الرابطة القطبية الرابطة القطبية تعرف الرابطة القطبية بأنها الرابطة التي تنشأ بين ذرتين إذا كان الفرق في السالبية الكهربائية بينهما لا يساوي صفراً وهذا يعني أنه كلما زاد الفرق في السالبية الكهربائية بين الذرتين زادت قطبية الرابطة من أشهر الأمثلة على الرابطة القطبية تلك الرابطة التي بين ذرة الهيدروجين وذرة الكلور حيث تميل إلكترونات الرابطة لذرة الكلور وذلك لزيادة قيمة السالبية الكهربائية لذرة الكلور عن ذرة الهيدروجين وذلك لأنه كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري الحديث زاد عدد الإلكترونات السالبة وزاد عدد البروتونات الموجبة فزادت بذلك قدرة الظرة على جذب إلكترونات المدار الأخير فيقل حجم الظرة وتزيد قدرة الظرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية فتزيد السالبية الكهربائية لها تنشأ الجزيئات القطبية من الرابطة التساهمية والتي تعبر عن المساهمة غير المتكافئة للإلكترونات بين الذرات وذلك نتيجة لاختلاف السالبية الكهربائية بينهم أما الجزيئات غير القطبية فهي التي تنشئ الرابطة التساهمية والتي تعبر عن المساهمة المتكافئة للإلكترونات بين الذرات وذلك لتساوي الذرات في السالبية الكهربائية خواص الرابطة القطبية تختلف قوة الرابطة القطبية وطاقتها باختلاف الذرات الداخلة في الرابطة وعدد أزواج الإلكترونات المشتركة بينهما فكلما زاد حجم الذرتين المكوناتين للرابطة زاد طول الرابطة وقلت قوتها وطاقتها ترجمة نانسي قنقر